ازايكم يا اصدقائي النهاردة هنتكلم عن نبي الله زكريا نسب سيدنا زكريا عليها السلام ان اسمه زكريا ابن دان ابن مسلم ابن صدوق ويمر نسبه بسيدنا سليمان ابن داود عليهم السلام وبيفضل النسب لغاية ما يوصل ليهوزة وهو ابن سيدنا يعقوب عليه السلام كان سيدنا زكريا بيشتغل نجار وتذكر اسمه في القرآن الكريم 8 مرات وتقالت قصته في القرآن الكريم في صورتين وهما صورة مريم وصورة آلة عمران وتبعت نبي لبني اسرائيل عشان يدعوهم للتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى في وقت كسر فيه الفساد وكفره بربنا سبحانه وتعالى لأن انتشر بينهم الفسق والظلم والمنكر لأن وقتها كان ملوك بني اسرائيل كفر وفجر وكانوا بيكرهوا الدين وأي حد متدين ويسلطوا على الأتقياء الصالحين يسلطوا عليهم البلطجية والعساكر بتوحهم ويقتلوهم ظلما وعدوانا وطال سيدنا زكريا عليه السلام من بلاءهم لما أمر الملك هيرودس بقتل يحيى ابن زكريا عليه السلام ارضاءا لعشقته وده هنبين قصته في آخر القصة مع أحداث الفيديو عاش سيدنا زكريا عليه السلام العصر اللي اتكلمنا عليه اللي انتشر فيها الظلم في بني اسرائيل وكان ربنا سبحانه وتعالى مرزقش سيدنا زكريا بأي أولاد لحكمة محدش يعرفها ساعتها إلا ربنا سبحانه وتعالى لغاية لما كبر وعجز فلما حس سيدنا زكريا بالكبر والعجز وان ما فيش حد حواليه يهتم بدعوة الدين معاه ويبقى خليفة ليه وحس انه وحيد اتوجه لربنا سبحانه وتعالى ودعاه وقال بسم الله الرحمن الرحيم واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يارثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا صدق الله العظيم استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وخلاه في الأول يكفل مريم عليها السلام وموضوع سيدنا مريم اتكلمنا عليه قبل كده لما كانت في المحراب وعملوا عليها قرعة ان مين يكفلها وبعد القرعة دي جاءت سيدنا زكريا جاله البشارة ان هو اللي يكفل ستنا مريم بعدها مباشرة جاله بشارة من الله سبحانه وتعالى ان امرأته حامل وحيكون له ولد بإذن الله سبحانه وتعالى بعد لما يقس انه 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 يخلف ولاد وكان بيدخل على ستنا مريم المحراب اللي كان بتتعبد فيه وكان بيشوف عندها حاجات عظيمة فلما كان بيدخل عند سيدنا مريم يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وكل ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ولما كان بيسألها من اين لك هذا يا مريم تقوله من الله سبحانه وتعالى طبعا القصة كاملة حكيناها قبل كده فمش حنزود على الموضوع يعني حنقصر فيه ساعتها ازداد يقين سيدنا زكريا وازدادت رغبته ان ربنا يكرمه بالولد بالرغم من زوجته عاكر ما بتولدش وكمان هو كان كبير وعجوز فاستجاب ربنا سبحانه وتعالى دعوة نبي الله زكريا وبشره ان حيكون لي ولد وان لازم يسميه يحيا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي سمى سيدنا يحيا ففوجئ سيدنا زكريا عليه السلام بالخبر بالرغم انه كان متوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء فطلب من ربنا ان يبقى ليه بشارة من اللي جات له ان امراته حامل فكانت قايته من الله سبحانه وتعالى ان هو يسكت وان لا ينطق يعني يفضل تساكت تلات ايام بالرغم من ان مزاجه كويس وبيعشر الناس ويتكلم معاهم ويخرج عادي جدا ولكن ما يتكلمش ولا كلمة وقالوا ان كان مسموح لي ان هو يسكر ربنا يعني بالمعنى العربي ان ما يتكلمش مع اي مخلوق تلات ايام ولكن كان مسموح لي ان هو يسكر ربنا سبحانه وتعالى ويسبح ربنا سبحانه وتعالى وربنا اتم النعمة على سيدنا زكريا ان لما خلف سيدنا يحيا كان سيدنا يحيا ابنه نبي صديقا نبيا برا بوالديه وربنا اتاه الكتاب والحكمة وسيدنا يحيا هو اللي هنتكلم عليه الحلقة الجاية لان سيدنا زكريا ما توردش عن حياته حاجات كتير جدا لانه مات ظلما وحنتكلم عن وفاته دلوقتي ولكن النبي يحيا كان عليه حكايات وقصص كتير جدا وهو الموضوع حلقتنا الجاية نيجي الوفاة النبي زكريا عليه السلام وهو النبي الشهيد زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه هو وابنه كان بيسميهم الشهيد ابن الشهيد يقصد سيدنا زكريا وسيدنا يحيا بالنسبة والوفاة سيدنا زكريا عليه السلام اتقال رويتين في موت سيدنا زكريا الرويتين قالوا واقروا ان سيدنا زكريا اتقتل على يد بني اسرائيل بما ان من عددهم قتل الانبياء زي ما ربنا قال في كتابه الكريم اول الروايتين ان لما شع خبر ولادة سيد ستنا مريم لما خلفت سيدنا عيسى عليه السلام اتضع بعض الناس من بني اسرائيل ان سيدنا زكريا عليه السلام هو اللي عمل معاها الفحشة والعياذ بالله بما انه هو الوحيد اللي كان بيدخل عليها المحراب وهو اللي كان يعني يكافلها فلما عرفوا الكلام ده راحوا عنده وقتلوا ظلما وعدوانا ونشروا رقبته بالمنشار اما الرواية التانية فهي ان لما اتقتل النبي يحيى عليه السلام ابن النبي زكريا امر الملك هيرودس لانه كمان اتقتل على ايه بني اسرائيل نقصد سيدنا يحيى وحنتكلم زي ما قلنا عن النبي يحيى الحلقة الجاية فلما كفاش الملك هيرودس ان قتل سيدنا يحيى بس لأ وبعت رجالته كمان يدوروا على ابوه النبي زكريا فاختفى سيدنا زكريا عليه السلام عن عيون الناس ونادت عليه شجرة وهو ماشي باذن الله تعالى يعني اوحى للشجرة اللي هي تنادي سيدنا زكريا ان يدخل جواها فانشقت الشجرة ودخل فيها سيدنا زكريا وهو داخل في حتة من ما لابسه بس فضلت برا للشجرة فالشيطان قالوا ان الشيطان شاف الحتة دي واخدها في ايده اطحها وعارف مكان سيدنا زكريا وراح الشيطان بيها لعسكر الملك هيرودس اللي بيدوروا على سيدنا زكريا وقال لهم على مكانه جوا الشجرة وكان معا الدليل اللي هو جزء من ملابس النبي زكريا فراحوا للمكان اللي قال لهم عنه الشيطان وبدأوا يقطعوا الشجرة ويدربوها بالفسان لغاية ما الفسان طالت سيدنا زكريا وتقتل وما نقدرش طبعا نصدق اي حاجة فيهم لان ما فيش اي حاجة صريحة عن صحة خبر وطريقة قتل النبي زكريا في اي نص صحيح وثابت والله اعلم وبكده بتنتهي الحلقة الصغيرة جدا عن نبي الله زكريا لان ما تذكرش عنه حاجات كتير سكرانك كريم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله شكرا شكرا شكرا